سلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم يومي شاء الله الرحمن الرحيم غضي نشارك معكم فطائر مالحة أو لسوند ويتشات سريعة التحضير للغداء أو العشاء سوند ويتشات كتحضروها غير في المقلات وبعجينة المسمن بدون دلك أو مجهود كيجو فيها فطائرة لسوند ويتشات مقرمشين وبنان بزف بحشوة سريعة التحضير كيبغيها الكبير والصغير نتمنى من الله أن الاقتراح دي اليومين الإعجاب دي لكم وتجربوه فما نطبوش عليكم خليكم مع الفيديو حتى الأخير بشتعرفوا إن شاء الله على المقادير وكذلك طريقة التحضير ونبدأوا على بركة الله بتحضير العجين أولا اللي غدي نحتاج لهنا ثلاثة كؤوس ديال الدقيق دائما دقيق نوعية جيدة من الأفضل غدي نضيف عليهم هنا كأس ديال الفينون اللي هو دقيق القمح بالنسبة للدول العربية والأخوات في الدول العربية إلي ما توفرش عندكم الفينون ماشي ضروري ديروا الكمية كاملة دقيق أبيض غدي نضيف عليهم هنا يا واحد الملعقة صغيرة ديال الملح لي كتبقى على حسب الدوق وإلى عندكم خميرة الحلوية فضيفوا 1 ربع ملعقة صغيرة من الأحسن اللي عندكم أنا هنا نسيت ما ضفتهاش بالنسبة لخميرة الحلوية قدي تهجش لكم إن شاء الله العجين من بعد فأنا غدي نبدأ بإضافة الماء بالتدريج بالنسبة للماء بدرجة حرارة الغرفة وكان بداك أن نجمع العجين ديالي بشكل عادي حتى غدي نتحصل إن شاء الله العجين اللي غدي تكون رطبة وما تلتصقش في اليدين ما تكونش قاس حبش ما تعدد بكمش في الخدمة وكذلك ما تكونش خفيفة جارية بالنسبة لكمية ديال الدقيق اللي استخدمت أنا اليوم فحتاجت معها جوج ديال كؤوس ديال الماء يعني الكأس اللي عبرت به النواشف واللي عبرت به السوائل من بعد ما لمية العجين فأنا نزلته هنا لسطح العمل وكان حاول غير نديه ونجيبه بهات الشكلة دا كيف تشوفو بش كي نسجمو لي جميع المكونات مع بعضيتهم وما كيبقوش لي التكتلات ديال الدقيق بالنسبة لكم انتم ميلة ما كانش عندكم الوقت فالعجين ديالكم مدلكو من 5 حتى 7 ديال دقائق وعد أخذو به أنا هي مازال عندي هنا الوقت فغدي جميع غير العجين نديره في بلاستيك ونخليه جانبا وندوز باش نحضر الحشوة بالنسبة للحشوة اللي كتبقى اختيارية فأنا اخترت لي هنا اليوم صدر دجاج او لا صدر دجاجة قطعتوها كشرائح لي يرقيقها وبشكل طولي غادي نتبلها ان شاء الله بشوية ديال الملحة شوية ديال البزار نسف ملعقة صغيرة ديال سكنجبير نسف ملعقة صغيرة ديال خرقوم وربع ملعقة صغيرة ديال توابل كاري بالنسبة لتوابل الكاري إلا ما توفردش عندكم اما شي ضرورية وإلا بغيتوا النكهة ديالتها ديروا ثلاث تحت الاربعات الحبات ديال الحلبة دقوهم مزيان وضيفوهم اضفت هنا ملعقة صغيرة ديال المتغدلي هو الخردل عصر صغيرة ديال الحامض او لا معلقة صغيرة ديال عاصر الحامض وشوية ديال زيت الزيتون وضيفوه هنا كذلك بودرة التوم او لفص ديال التوم اللي هو محكوك الى عندكم صافي غادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات مع بديتهم حتى كيتوزعوا لي التوابل في القطع ديال الدجاج كاملين ومباشرة غادي نغطع لهم وغادي نخليهم فتلاجة او لا غير جانبا كيتشربوا لي هاد القطع ديال الدجاج هاد التوابل هادو وش حال ما بقوا لي القطع ديال الدجاج في التتبيلة كيبقى من الاحسد باش كيتشربوا لي النكهات جانبا قديت هنا حبة ديال الجزر مفرومة وحبتان ديال البصل مفرومي ممكن غير تقطعوهم بشكل عادي ولا ولا يخزو او لا جزر تضوزو في الحكاكة وتخدمو به غادي نتبلهم شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وغادي نضيف لهم شوية ديال زيت نباتية وغادي نبقى كنشحر فيهم او لا كنقلي فيهم حتى غادي نزلو لي هاد الخضر هادو وطيبوه مزيان هنا بطبيعة الحال ممكن تعوضوهم بشرائح ديال البصل ممكن تديرو حتى الفلفلاء ممكن تصغنو عليهم تماما وتكتفيو غرب الحشوة ديال الدجاج من بعد ما تشحرت لي هاد البصلاء مع اخي الزو غادي نحيدهم جانبا وفي نفس الميقلات غادي نوضع هنا كمية ديال زيت نباتية تقريبا واحدة ديال الملاعق كبار غادي نضيف عليهم القطع ديال الدجاج هنا تقريبا غير واحد من الساعة خلتهم تشربوا لي هنا العطرية والتوابل وعلى نار لي هي مرتفعه كثرة بعد كنحاول انني نشحر القطع ديال الدجاج دائما للحوم فاش كنبغيφو نشحرهم اولى نار لي هي مرتفعة باش ممكن تلقوش لهنا السوائل وينشفو لنه ويجاونها قاسحين في العضة فاrian بقي نشحرهم بهتالشكل هذا على نار لي هي مرتفعة حتى كيتماسكوا لي القطع ديال الدجاج من بعد غادي ندير نار لي هي مهيلة وتخليهم كي يكملهو الطيب ديالهم من تلاتة تحت الاربع ديال الدقائق دائما مع التحريك من كل الجهاتين باش يطيبوا ليه مزيان مزيان بالنسبة للقطاع ديال الدجاج من بعد ثلاثة ديال الدقائق فاحنا كنجربوهم يا اما كابين بين يدين ديالنا او لابين ملعقة كنلقوا القطاع ديال الدجاج طيبين من الداخل مزيان فتين ورطبين صافي غدين طفيعوا ليهم النار وغدين خليهم جانبا حتى يعني يبردوا وبالتالي العجينة ديالتنا تكون رتاحت ونكملوا ان شاء الله تتحدي العجين هو هدا من بعد ما دست هنا تقريبا واحد خمسة وثلاثين حتى لاربعين دقيقة بغيتكم تشوفوا معايا العجين هنا كيفش كيولي دائما العجين ديال مسمن من اللي كيكون عندي الوقت فما كان دلكم وما كان دير معا حتى شي مجهود كان ديرو غير في البلاستيك وكان خليه كي يعطي نينا تجلي يزوينة بزف وكي تدلك غير بوحده فهنا غدي ناخد هاد العجين هدا وغدي نحاول نشكل منه كورات بالنسبة للحجم كيبقى اختياري غير هو الحجم هدا اللي كيف كتشوفوا معايا تقريبا في الحجم ديال البيضاء او اصغر شي شوية كي يجي في فهد الفطائر هادو حجم لي هو مزين وعطيكم صند ويتشات كذلك بشكل لي هو زوين من بعد ما شكلت العجين كامل قد نتهليه الوجه دياله بشوية ديال زيت نباتية ونخليه غير جوج حتى ثلاثة ديال الدقائق تتلق معايا العجين فهدل اثناء هدي كنكون وجد جميع مكونات الحشوة اللي هي الجبن وكذلك زقليت هنا شوية ديال البطاطس او شوية ديال اللي في خيط وبالنسبة للدجاج والحوشوة ديال البصل مع خيززورة كتكون بردات هنا غدي نستعن بهد القطعة الورقية شكلتها على شكل دائرة من الاحسن باش كنتحصل على شكل دائري اللي هو مستوي بالنسبة لهد القطعة الورقية او لهد الورق ديال التبخره كيساعدكم بزف بزف وخصوصا للمبتدئات انكم تحصلوا على شكل كيكون مستوي ديال العجين ميتعبوش لكم هكا انتوما كتهزوه وكتهزوه بكل اريحية وكتشكلوه براحة جدا جدا انتوما غدي تشوفوا معايا العجين فاش كتلقوه فوق ورق طهي كيكون سهل انكم تهزوه باي طريقة بغيتوه وتوضعوه بكل سهولة مايعواج معكم مايتخسر نهائيا مباشرة كنقلب العجين ديالي فوق المقلات اللي كتكون عندي سخونة وعلى نار اللي هي متوسطة حاولوا انكم مديروش نار اللي هي مهيلة بزف باش هاد العجين ديالكم من بعد ما يجيكم شو صندويتشات ناشفين والعجين يجيكم قاسي في العضة ولا كيف كنقولو مكنزز مديروش كدريك الانار اللي هي مرتفعة باش ميتحمرش لكم بسرعة قبل ما تديرو الحشوه كتخليوها كعلى نار اللي هي متوسطة فاش كي انشف العجين كتحيدو الورق بكل سهولة من بعد كتقلبو العجين وكتبقى وتوضعو الحشوه اللي كتبقى اختيارية فانا درت هنا شوية ديالي فخيت شوية ديال الحشوه ديال البصل الجبن وكذلك القطع ديال الدجاج وكن نسد على الحشوه هكا من الجواني بكيف كتشوفو وكنبقى نلف بشكل عادي جدا انتم ما كيف كتشوفو هذا هو الشكل ديال هم سافي هنا غدي نخلي هاد القطعه جانبا وبنفس طريقة غدي نطلق العجين على قطعه ورقية وغدي نبدأ نشكل انا هنا باش كنسهل لي العملية فانا كنطلق جوج كورة دفعة واحدة على قطعتين ديال الورق وكننخدمها كجوج قطع ديال صونويتشات كيف كتشوفو انتم من بعد ما كينشف الورق كننحيدو وكننقلب القطعه ديال العجين كنوضع عليها الحشوه بشكل عادي والحشوه تبقى اختيارية ولكمية ديال الحشوه كذلك صافي وكننسد على الحشوه من الجوانب وكننلف العجين ديالي بشكل عادي وكنخليهم كي يطيبوا فادل اثناء هدي كنرجع كذلك وكنتلقجوش كورة ديال العجين على قطعتين ورقيتين وكنخلي كذلك هدوك الصونويتشات كي يطيبوا في المقلات هاد طريقة هاديرها سريع جدا ماتاخدش منكم الوقت نهائيا وخصوصا إلا كنت عندكم مقلات حجم اللي هي كبير فانتو مغطيبوا كمية اللي هي كتيرة وفي وقت لي هو وجيز لاحظوا معايا من بعد ما كنتلق العجين هانتو ما كنت تحكموا فيه بطريقة اللي بغيتو كناخدو وكنوضعو في المقلات هانتو ما شوفوا معايا الصونويتشات باش مطلقتين هدوك القطعة ديال العجين كنو تحمروا معايا من واحد الجههة وكنوضع القطعة ديال العجين غير كي ينشف العجين كيتحييد الورق بوحده كنقلب على الجهة الأخرى كنوضع الحشواء كنسد الجوانب صافي وغدي نبقى في هاد الشكل هادا حتى غدي نوضع احنا تقريبا ربعات ديال القطع ديال الصونويتشات يعني اللي غدي تحزلي المقلات باش نحمرهم على خاطرهم ويطيبهم زيان على الجوانب كاملين انتو ما شوفوا معايا من بعد ما كيطيبهم الجهتين كنبقى كدلي كنقلب حتى الأطراف باش كيتحمروا من الجهات كاملين فخليكم ان شاء الله مع الفيديو راكي وضح جميع المراحل صافي انا غدي نخلي صونويتشات ديالي كيطيبهم من الجهات كاملين وكيتحمروا كذلك من الجوانب انتو ما كيف كتشوفوا كنحاول انني نوقفهم باش كذلك كيتحمروا لي حتى من الجهات كاملين وكيجوني طايبين وكيجوني مقرمشين هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما تكملت شكل كمية كاملة اللي عندي كيفشتوا معايا كنطيب اولا كنطلق جوش كورة دفعة واحدة وانا كنطيب وكنحمر في صونويتشات ديالي ما كياخدوش مني الوقت كنحضر كيمية اللي هي كتيرة في وقت اللي هو وجيز بالنسبة للكيمية اللي عطيتكم اليوم فحضرت منها 17 حصة من هاد الحجم هادا اولا من هاد القياس هادا ضروري غدي نقسمها معاكم باش شوفوا الشكل ديالها من الداخل يعني الحشوة كتجيها كموزعة فيها وكتجي زوينة بحل شكل ديال الطاقوس العجين ديال المسمن كيجي من قرمش زوين بزف زف هانتو ما دي تشوفوا معايا القرمشة اللي كتجي فيه ولا اروع زوينة بالنسبة لانتو ما دي تسمعوا معايا خليكم حتى غادي تسمعوا فالعجينة كتجي مقرمشة كتجي زوينة وكتجي بنينة بنينة بنسبة العجين ديال مسمن كيف كتعرفوا فاش كيتكال هاكا سخون ولا دافير كتبقى في القرمشة منين كيبردو السخون دويتشات راه كيرطابو لكن الى عاود تسخنتهم في الميقلات راه كتعاود ترجع ليهم القرمشة ديالتهم بشكل عادي جدا جدا هنا انا رفقتهم بسلسة السلسة خلطت هنا غير عندي شوية ديال الموت طاقت مع المايونيز الكيتشوب وشوية ديال السلع عطتني واحد سلسة اللي يزوينة وبنينة تمنت انتو ما كدليك تجربوها ما شاركتاش معكم لانا ما فيهاش شي تكنيك اللي هي غريبة فادرت غير واحد الخليط ديال مجموعة ديال السلسات وعطت سلسة اللي يزوينة رفقوا بها تصند ويتشات او لمشروب او العاصر اللي بغيتو للغداء او العشاء تمنى اقتراح اليومين الاعجاب ديالكم وتجربوه الى عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخليوا ليالايك للتشجيع شاركوا الوصفة ما احببكم صحبكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي بهذا كان يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله